يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بأحلى جمهور في الدنيا جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه ده الشعار لتعودة تعليجة مهيل النادي الأهلي لسنين طويلة والقصة مش قصة أغنية والقصة مش قصة كلام لكن في أوقات كتيرة جدا كان دور الجمهور واضح وده اللي يمكن محتاجينه الفترة اللي جاية لأنها فترة صعبة بتمر علينا كلنا الفريق بيعاني من يعني حاجات كتيرة جدا خسارة بطولة دوري أبطال كانت ضربة قوية جدا وخصوصا في ظروف صعبة جدا أثرت على اللعبة أثرت على الجهاز الفني اللي كان عنده طموح كبير جدا يحقق إنجاز هو الأول من نوعه في التاريخ الإصابات رحيل مستر موسيماني كلها ظروف تخلينا نبص على اللي جايب نظر مختلفة اللي أهلي مش بقصة الجمهورية والشعبية أو جمهور الأهلي يعني مش قصة إنه الجمهور واحد من أكبر الجمهور على مستوى العالم لا الأهلي وجمهور الأهلي بدوره وتأثيره ومسندته الفرقيته في الأوقات الصعبة وأنا بعتقد إنه الوقت اللي احنا بنمر فيه أو الوقت المرحلة اللي احنا داخلين عليها مرحلة بكل تأكيد صعبة جدا ليه بقول كده؟ لأنه طبعا أنت عندك كم كبير جدا من الإصابات في الفترة الأخيرة أخيرهم طبعا حمدي فتحي وعلي معلول في مباراة الزمالك داخل على مطشاط أو ضغط مطشاط هتلعب تعريبا كل ثلاث يام مطش طول الفترة اللي جاية بتنافس في ثلاث بطولات مطلوب منك إنك تحقق أو تفوز بالثلاث ألقاب كس قديم وكس جديد وبطولة الدولي طبعا اللي ما اعتقدش إنه في حد عنده استعداد إنه يتخلى عنها وبالتالي محتاجين جدا جدا دور الجمهور مهم جدا الفترة اللي جاي أنا عارف إنه في ملفات كتير جدا شغلاكم وعارف إنه الناس كلها بتتكلم النهاردة عن نمرة واحد اسم المدير الفني ونمرة اتنين عن صفقات الموسم الجديد بس اسمحوا لي أقول لكم إنه مش وقته خالص يعني من باب الاطمئنان ممكن من باب إنك تعرف اسم المدير الفني الجديد أو تشوف السيفي ناس كلها بتتكلم عن السيفيهات النهاردة وأنا سمعت في الفترة الأخيرة أكتر من عشر أسماء إنه الأهلي بيفوضوا جزء منهم كبير يعني بدون ذكر أسماء جزء كبير منهم الأهلي ما كلمهمش أساسا وجزء تاني ممكن يكون فتحت قنوات تواصل ممكن تكون بعض الطلبات اللي طلبت بعيدة تماما عن تصور نادي الأهلي وإمكانات النادي الأهلي في الفترة اللي جاية بس اللي خلينا نتفع عليه إنه قصة مش قصة سيفيه يعني ما يتهقليش إنه فيه مدير فني جي مصر هنا وجي مع الأهلي تحديدا تقدر تربط نجاحاته بالسيفيه من والجوزيه معلش مع كامل الاحترام مش بجنوله عليه واحد من آيقونات التدريب اللي جواهم اشتغلوا في مصر واحد من أنجح المدير الفنيين اللي لم يكن الأنجح الإطلاق مع النادي الأهلي ما كانش حد يعرف من والجوزيه قبل ما يجي لما تيجي تقارن اسم زي مارتين يول سيفيه محترم جدا واسم عالمي وإي الأخ لكن إنجازاته على الأرض ما أعتقدش إنه إحنا كلنا متفقين عليها فيلر نفسه بالمناسبة فيلر نفسه لما الأهلي جابه كل الناس مين فيلر يا جماعة ومين بلجيكا ده وراجل ده جاي يعمل إيه هنا وراجل ده لا يقبل أهلي النهاردة ناس كلها بتقول أيام فيلر والفرقة مع فيلر كانت في حتة تانية وراجل عمل نقلة بشكل كبير جدا للفري الأول بل إنه ناس قلت كمان إنه نجاحات موسماني جزء كبير فيها يعود الفضل فيه لمرحلة مستر ريني فيلر موسماني نفسه لما جه حجم الانتقادات والهجوم اللي تعرض لها الراجل مش هو هو بيخسر وهو بيكسب يعني الراجل ألقاب وراء ألقاب وراء بطولات وراء بطولات أهمها طبعا بطولة دوري الأبطال التسعة في تاريخ النادي الأهلي اللي كانت بعيدة بقالها سنين بقالنا سبع سنين لم نتوق بنوصل قبل النهاية وبنوصل النهاية ومش قادرين نحاق البطول وجه أهم بطولة في تاريخ النادي الأهلي في أو من العشر ألقاب حقا من نادي الأهلي أنا بشوف أنه النجمة التسعة دي عند الجماهير لو لم يحقق موسماني غيرها كان حط نفسه في مصاف المدربين التاريخيين ورغم كده الراجل وصل كاس عالم وجاب برونزية وجاب بعدها بطولة أفريقيا تاني وراء كاس عالم تاني وفي ظروف صعبة والستثنائية وجاب برونزية تانية وحتى لحظة رحيله لم يسلم الراجل من سهم الانتقادات أو الهجوم في بعض الأوقات بيكون هجوم مفتعل أنا عارف تماما أنه في ناس دايما من مصلحتها أنها لما تشوف مسيرناك هتحاول تعطلها لو مش عارفها في الملعب يبقى برها الملعب لو مش عارفها بشكل مباشر تبقى بغير مباشر وسوشال ميديا وحالة الهاجس شديدة جدا اللي كانت حصلة طول فترة موسماني من أول ما تولى المسؤولية الراجل لغاية لما رحل كانت مرحلة هجوم مستمرة لا أعتقدش أنه فيه مدرب في تاريخ الكورة المصرية حقق الإنجازات دي في الفترة أو فترة الزمنية دي في ظل الظروف الصعبة دي تلاحهم مواسم غياب جماهير إلى آخره كم كبير جدا بالإصابات والغيابات طول فترة المشوار وتعرض لهذا الكم من الانتقادات فالفكرة مش قصة الاسم مين والسي فيي إيه القصة رؤية النادي الأهلي لمستقبل لمشروع الفريق والأهلي الحقيقة دائما بيتبنى فكرة المشروع النقطة الثانية أنه اللعيبة اللي موجودة النهاردة بتتعرض لضغط شديد جدا ضغط مرتبط جزء منه بالنتائج ونتائجنا بشكل عام في الفترة الأخيرة مش أحسن حاجة في الدنيا يعني مش هي مش الإيقاع آه وارد بنخسر مطش بنتعادل مطش لكن بناقدر نقوم بسرعة ده ما حصلش بشكل كبير لكن من ساعة ما تولى سامي أمصان المسئولية حتى ولو بشكل مؤقت فيه فرق حصل حسنا ممكن النتائج ما ترجمتش ده بشكل كبير وخصوصا مطش القمة بالمناسبة أنا بشوف أنه الأهلي أدى فيه مباراة خمسين خمسين يعني الأهلي ما كانش سيء في مباراة القمة بالعكس الأهلي بس ما استغلش فترة إيجادته أنه يخلص المباراة بدري بدري وده كان في الإمكان والسيناريو لو كان حصل كان سامي أمصان النهاردة بقى في حتة تانية خلص لكن في جميع الأحوال محدش يقدر يقلل من لا خبرات ولا إمكانيات سامي أمصان جوه الأهلي وبره الأهلي النقطة التانية هو الضغط اللي محطوطة على اللعيبة الانتقادات اللي محطوطة على اللعيبة اللي بتأثر في أوقات كتير جدا خد بال حضرتك أنه اللعيف الأهلي مش بس بيلعب عشان الحتة بتاعت تحقيق البطولات والإنجازات اللي ترجع عليه بشكل شخصي ده واحد من الدوافع لكن كل مطش بيلعبه لعبة النادي الأهلي بيبقوا واحد من أهم أهدافهم ودوافعهم هي أن الجمهور الأهلي يبقى مبسوط في اللحظة اللي بيحس فيها أن الجمهور فقد الثقة فيه أو أن الجمهور يعني مش راضي عنه ده بيأثر ثقة تماما أنه بيأثر على مستواف أي مباراة فبالتالي حالة الدعم في استغيابات قبل مطش بكرة الحقيقة حتى أمش أخدكم لمطش بيرامدز وما بعده بيرامدز في الكاس طبعا بكرة مطش المحلة في الدولي لكن مطش بكرة الأهلي بيعني فيه من غيابات بالجملة ولعبة كلها مؤسرة فمحتاجين الحقيقة الفترة اللي جاية كلها تركيز من جمهور نادي الأهلي في أنه يدعم فرقته في مرحلة المطبط الصعبة اللي هي على المرة معاه زي ما أنتوا كنتوا بتقولوا خلينا نروح لفاصل ندخل في تفاصيل الحلقة ونتكلم بالتأكيد طبعا على المطش بتاع بكرة ونتكلم كمان على سيفيل موديل الفني والموديل الفني لاتناسب مع النادي الأهلي ومنتخب مصر مش غيب عننا النهاردة هيشرفنا كابتل أحمد نخلة واحد من النجوم النادي الأهلي طبعا واحد من البكات الشمالي اللي ما ينسهاش جمهور النادي الأهلي أبدا هيكون ضيفنا النهاردة في السادسة هنتكلم معاه في كل الملفات بس تسمحوا لنا قبل ما نبدأ الحلقة وندخل في تفاصيلها هنتكلم كمان على بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة الجديدة اللي تم الإعلان عن موعدها وتم مد فترة القيد فيها لمدة شهر بدل من نهاية شهر يونيو هتمتد فترة القيد لنهاية شهر يوليو بس خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم يفضل الاحتراف واحد من الحلول السحرية يعني بالتأكيد المستوى اللي وصلت ليه كتير من الدول الأفريقية وبالمناسبة فيه دول طول عليها من منتخبات القمة في أفريقيا ما عندهاش نشاط كروي أو مسابقات محلية قوية على مستوى الأندية يعني ما عندهاش أندية قوية قوي حتى ممكن يكون لهم يعني غياب كامل في البطولات الأفريقية عندهم أسانا ما بتوصلش أو ما بتشاركش لكن على مستوى المنتخبات القصة غير إيه العامل الفرق الكبير ده هو الاحتراف فكرة أنه العيب من عندهم بتطلع في سن صغير جدا بتاخد مستوى تاني كرة الأوروبية في حتى تاني خالص حتى فيما يتعلق لو قررناها بأمريكا الجنوبية يعني لما تتكلم على منتخبات زي الأرجنتين لما تتكلم على منتخبات زي برازيل أو حتى كولومبيا وتشيلي وإلى آخره لا فيه فوارئ كبيرة جدا أنت ظل الأرجنتين والبرازيل طبعا من منتخبات القمة لأنه لعبتهم محترفة في أوروبا لكن في النهاية على مستوى الأندية لما تيجي تقارن بين أندية أوروبا وأندية أمريكا الجنوبية لا شتان الفوارئ كبيرة جدا فالاحتراف بتهيألي يعني والتجربة أثبتت ده يعني عندنا نماذج قدرت أنها تنجح وتوصل لمستويات كبيرة جدا فبالتالي بس هو فكرة الفرصة فكرة أنه يبقى منهج عمل فكرة أنك أنت تحط قواعد أو أسس تشتغل عليها كل الأندية في مصر وتسيبوا الولاد تطلع وهي في سنه صغيرة زي ما الأهل يعمل مع أولاده مثلا بيطلع يديوا فرصة احتكاك في تشيك وغيرها من الدول اللي ممكن تسقي المواهب دي بعد كده بقى تقدر الولاد تكمل والنادي يستفيد والولد يستفيد والمنتخبات تستفيد كان بها ما كانش يبقى يرجع لمصر هو خد فترة إعداد أو يعني سقل المواهبته محترمة جدا فبالتالي يرجع يكون فيه فايدة للنادي بتاعه تمرينة النهاردة هي التمرينة الأخيرة قبل مواجهة غزة المحلة بكرة ومطش غزة المحلة هو مطشط الأهلي كلها اللي جاية تقدر تعتبرها مطشط كؤوس أنت في حاجة مسة جدا لأنك تكسب كل مؤجلاتك مبدئيا عشان توصل لمرحلة الصدارة وتفرق عن أقرب منافسيك اللي هو نادي الزمالك رقميا وحسبيا بخمس نقاط وتصدر لأنداء اللي بتنفسك على البطولة حالة التوتر والضغط يبقوا هم اللي بيجروا وراك بدل من أنت اللي بتجري وراهم ده نمر واحد ده فيما يتعلق بالمؤجلات النقطة الثانية ملف الإصابات ملف الإصابات الحقيقة واحد من الملفات الصعبة جدا اللي بيعني منها النادي الأهلي عندك غيابات مستمرة من بداية الموسم تقريبا أو من شهر يناير اللي فات عندك عمار عندك أكرم توفيق عندك إصابات تتجدد كل بين الحين والآخر يعني لعيبة بتحقش ترجع وتتصاب مرة تانية حمدي فتحي علي معلول أيمن أشرف أليو ديانج كل دي غيابات مؤثرة جدا مع عبد المنعم طبعا فبالتالي أنت داخل على مرحلة صعبة هتلعب فيها مطش كل ثلاثة أيام ومطشاط أغلبها هتكون مطشاط كقوس مش بس عشان أنت تاخد التلاتة بنت لكن كمان لأنه أغلب منافسيك هيبقوا في حاجة مسة إلى نقط أن الصراع على منطقة الهبوط في منطقة الهبوط على أشده يعني نحن نتكلم النهاردة أنه نقطة بتغير ترتيب فريق وتلات نقطة ينقلوك من حتة الحتة تانية خالص فعشان كده كل مطشاط الأهلي جاية صعبة سواء من ناحية توالي المباريات أو من ناحية الغيابات أو من ناحية قوة المنافسة هنحاول نروح مع حضراتكم للتمرين التمرينة لسه مبتدتش وهنروح إن شاء الله للنادي الأهلي ونحاول ننقل لحضراتكم تفاصيل استعادات النادي الأهلي في لمستها الأخيرة طبعا قبل المباراة بكرة في الجولة 22 من مسابقة دوري الممتز طيب من النادي الأهلي خليني أروح لحسين الشحات حسين الشحات اللي بنقوله طبعا كل سنة وانت طيب يا سحس واحد من اللاعبين اللي ما فيش شك إن عندهم كرة هيلة جدا ما فيش شك من إنه نجمة من نجوم النادي الأهلي ونتمنى إن شاء الله إنه التلاتين يكون نشاحلوا على حسين الشحات النهاردة الكاف احتفل بحسين الشحات وبعيد ميلاده التلاتين وإحنا كمان بنقول لحسين كل سنة وانت طيب يا سحس الكلام مش على حسين بس الكلام على كتير من نجوم النادي الأهلي بس دايما بالنسبة للجمهور اللعيب اللي تقدر تقول عليه حل في حتة تانية وحسين واحد من الحلول اللي يملكها النادي الأهلي حلول كتير زي حسين عبدالقادر طاهر شريف اللعيبة اللي تعرف تخلص اللعيبة اللي تعرف توصل اللعيبة اللي تعرف من نص فرصة تسجل والحلول دايما الجمهور بيبقى محملها مسؤولية زيادة شوية عن بقية الفرقة واحدة من الحاجات اللي كتير حسناها مع يعني خلي مش هقول احنا حسناها اقول انا حستها مع مستر موسيماني وهي السبب فيها عامل كتير جدا هي حتة ال حتة انه استبات على المستوى والاستمرارية فيه فكرة انك انت تبقى ups and downs فكرة انه الكيرف يعلى في مباراة وينزل في مباراة تاني دي واحدة من المشكلات اللي حسناها جدا مع مستر موسيماني مقدرش اللوم عليها فيها بشكل كبير جدا لكن اللوم حاجات تانية كتير يعني ممكن طبعا بالتأكيد هو مدير فني ومعه مدرب أحمال يتحمل جزء من المسؤولية لكن الناحية الثانية بتقول أنه اللعيبة بتاعت الأهلي تحديدا دون عن أي فريق تاني في مصر بزل ومجهود في السنوات الثلاثة الأخيرة فوق طاقة البشر حاجة يعني ما فيش حد يقدر يستحملها عدد كنت بتكلم مع الزومة لقبل المدخل هنا أنه عدد المطشاط اللي بيلعبها النادي الأهلي أو بيلعبها لعيبة النادي الأهلي على مدار الموسم أو على مدار السنة واحدة يفوق كل أقرانه في الفرق التانية بحوالي من 15 ل20 مباراة وبالتالي مع عدم وجود فترة راحة مع عدم وجود فترة إعداد مناسبة ما تسمحش للجهاز الطبي ولا للجهاز الفني ولا اللاعبين نفسهم أنه هم يستعيدوا حيويتهم يستعيدوا قدراتهم يستعيدوا نشاطهم مرة تانية بشكل كامل ده أكيد كان واحد من أهم أسباب عدم وجود فكرة سباة المستوى بالإضافة كمان أنه أنت بتحتاج وقت شوية عشان تدخل أي لعيب جديد على السكوات عشان يبتدي يقرأ ويفهم ويحس بزميله جوه الملعب ويبتدي يستوعب المدير الفني وطريقة اللعبة اللي بيلعب بها النادي ويبتدي يفهم طبيعة المنافسة وأجواء المنافسة في البطولات المحلية اللي هو جاي يشارك فيها الأول مرة كل ده ما حصلش يعني كل ده في الثلاث سنين اللي فاته بلاش ثلاث سنين فاته كل ده من أول ما تولى مستر موسيماني للمسئولية ما حصلش فعشان كده مش من حقق تظلم اللعيبة قوي لكن نتمنى أنه زي ما احنا بنقول الكلام ده أنه اللعيبة كمان تشتغل على فكرة السبات دي في الفترة اللي جاية محتاجين أنه اللعيبة توصل لأعلى فورمة وتحافظ على الفورمة دي لغاية نهاية الموسم ودي طبعا مش مسؤوليتهم لوحدهم لكن كمان مسؤولية الجهاز الفني سواء كابتن سامي أمصان في الفترة اللي هتولى فيها أو الموديل الفني الجديد طيب نروح لموضوع مهم جدا موضوع بطولات أفريقيا في الموسم أو في النسخة الجديد الكاف زي ما قلت حضراتكم في بداية الحلقة مد فترة القيد الخاصة ببداية طبعا موعيد الخاصة بإرسال الأندية اللي هتشارك في البطولات الأفريقية سواء بطولة دوري أبطال أو بطولة الكونفيدرالية وفترة القيد اللي هيتم سامح فيها للأندية بقيد لعبيها اتحاد الفاد الأفريقي حدد ضوابط اللي بتحكم بطولات الأندية للموسم الجديد اللي هو عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين واللي هتبدأ بشكل فعلي مع بداية شهر تسعة اللي جاي هتنتهي البطولات دي كلها في خلال شهر يونيو من العام عشرين تلاتة وعشرين الكاف قرر مد فترة إرسال الأندية المشاركة في البطولتين الكونفيدرالية ودوري الأبطال ليوم واحد وثلاثين يوليو بدل مكان محدد ديها قبل كده أنه يتم إرسالها في تلاتين من الشهر الجاري شهر يونيو واستقر الكاف على موعد البطولات الأفريقية الموسم المقبل خلييني أقول لحضراتكم أو أستعرض مع حضراتكم فترات القيدل محددة اللي عابين في القوامة الأندية هتكون في الفترة الأولى من 1 ل 15 أغسطس الدور التمهيدي اللي هو الدور الأول يبدأ دور ال 64 زهاب من 9 ل11 سبتمبر والعودة من 16 ل 18 سبتمبر الدور التمهيدي الثاني اللي هو دور ال 32 ده هيكون فيه مطشقته مطشقة الزهاب من 7 ل 9 أكتوبر مطشقة العودة هتكون من 14 ل 16 أكتوبر الدور التمهيدي الثاني مكرر هيكون زهاب 2 نوفمبر عودة 9 نوفمبر فترة القد الإضافية اللي هيتم فيها يعني إضافة أسماء جديدة في قوام الأندية هتكون ما بين 1 ل 31 يناير وبعد كده ندخل بقى في دور المجموعات الجولة الأولى منه هتتلاعب من 10 إلى 12 فبراير دور المجموعات الجولة الثانية من 17 إلى 19 فبراير جولة ثالثة من 24 إلى 26 فبراير نخش بعد كده فلاك 2 اللي هي مطشط العودة في المجموعات هتبقى الجولة الرابعة 7 و 8 مارس الجولة الخامسة 17 و 18 مارس الجولة السادسة من 31 مارس ليوم 2 إبريل اتحدد بعد كده معيد دور قبل النهائي في البطولة الزهاب 21 و 23 عودة 28 و 30 نصف النهائي زهاب 12 إلى 14 مايو العودة من 19 إلى 21 مايو والدور النهائي زي ما تم الإعلان من قبل الفيفا هيكون من مباراة واحدة في الفترة من 2 إلى 11 يونيو لكن المباراة النهائية ما زال موقفها لم يحسن بشكل نهائي يعني من الوارد جدا أنه يكون فيه احتمالية زي ما طلب النادي الأهلي والحقيقة أنه مطالب النادي الأهلي كان مدعوم بمجموعة من الأسباب المنطقية جدا نحن كلمنا فيها كتير تتعلق بطبيعة القارة وتتعلق بإمكانياتها وتتعلق بوسائل الانتقالات وتتعلق ببعد المسافات وتتعلق بقدرة الجمهير على التنقل والحصول على الفيزا والعملات كلام كتير جدا شرحوا الأهلي بالتفصيل طبعا في وجهة نظره لكن ما زالت الاحتمالية بتاعة الرجوع للنظام القديم العودة والزهاب والعودة ما زالت قائمة حتى اللحظة استقار الكاف كمان على الإبقاء على نظام الخمس تغييرات في البطولات الأفريقية زي مقر التحدي الدولي للكورت القدم على أنه كل فريق القائمة بتاعته تضم 40 لعب بدل من 30 لعب وهيتم السماح بتواجه 9 لعبين على دكة البودلاء بدلا من 7 لعبين كمان استقار التحديل على اعتماد ترتيب الدور الأول لمسابقة التحدي الكورة عندنا هنا على اعتماد ترتيب المسابقة بتاعت الدولي الممتاز في الدور الأول عشان يتم تحديد الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى اللي هيشاركوا أول وتاني طبعا بيروح بطول الدولي أبطال والتالت والرابع بيروح لكونفيدرالية نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنها تكون بطولة موافقة والأهم من ده حتى وإن تم الاستقرار يعني رغم من أنه شايف أنه مش هيكون فيه أي مبرر منطقي لده وخصوصا زي ما بيتكلم يعني تحدي الأفريقية أو زي ما أعلن تحدي الأفريقية على خلفية مباراة الوداد إنه حاليس كل الحرص على إنه مباراة النهائية تكون يعني المدرجات فيها أو واحدة من معايير الاختيار يعني اللي حطاها عشان يختار الملعب اللي هي الصديفة المباراة النهائية إنه يكون يعني مليان بالجمهور أنا قلت وأكدت لحضراتكم إنه ما فيش مباراة من جولة واحدة في أفريقيا هتكون المدرجات فيها مليانة بالجمهور إذا لم يكن أحد الطرفين نهائي من الدولة المضيفة غير كده احتماليات امتلاقها بالجمهور يكون تقريباً تقريباً يعني شبه مستحيل خلينا نتواصل مع حراتكم نرجع لكم في السادسة بعد فاصل سريع ونتقبل على طول ده مشوار اللي عبتنا في الأبرز طبعاً لأنه يمكن أكتر دوري احترف فيه لعيبين مصرين أعتقد هو الدوري التركي لكن دايماً من وجهة نظري الدوري التركي محطة وليس هدف يعني وبتهالي لعيبة حتى اللي احترفت هناك كانت شايفة كده أو إنك يعني تخلص كوراً في أوروبا فتروح تبطر في تركيا دي قصة تانية لكن في النهاية هو دوري يعني مش من الأي كلاس يعني أو مش من الدوريات القوية أو أي على مستوى إلا الأندال الكبيرة إلا حد ما اللي ممكن تكون بتشارك في جلطة سراي بشكتاش يعني في سنوات ما كانوا موجودين وبي نفسوا بقوة مش بي نفسوا بقوة يعني بس يعني بيظهروا بشكل كويس في البطولات الأوروبية ومناسبة الدوري التركي أنا كنت كلمت مع حضراتكم أنه ترابازون سبور التركي خلص خلاص مع أسون فيلا في صفقة تريزيجي لكن فيه جديد الحقيقة ويمكن تم الاتفاق على المقابل المادي بين الناديين صفقة انتقال هتكلف ترابازون سبور 3.5 مليون يورو في مقابل انتقال تريزيجي لكن يبدو أنه فيه خلاف بين إدارة النادي وبين وكيل تريزيجي فيما يتعلق بالأجر السنوي المفترض يحصل عليه تريزيجي النادي عارض 1.5 مليون ووكيل أعمال تريزيجي طالب 2 مليون ومتين كأجر سنوي 2 مليون ومتين يورو طبعا أجر سنوي لتريزيجي وده اللي رفضاء إدارة النادي حتى اللحظة فهنمتكلم على 700 ألف وقفة الصفقة عليهم أنا أتمنى شخصيا أتمنى أنها تفشل يعني أنا أتمنى جدا أنه حتى لو مش هيكمل في أستنفلا أنه يلعب في أي فريق تاني في الدولة الإنجليزي حتى لو مش من الفرق الكبيرة أستنفلا يعتبر بفرقة كويسة جدا فريق قوي فريق يعني عنده إمكانيات مادية عنده نجوم كبار جدا كوتينيو بيلعب في أستنفلا وغيره طبعا من نجوم ففي النهاية حتى لو مش هيكمل في أستنفلا الأفضل بتاية تريزيجي واحد من المواهب التي ارتراهن عليهم وولد عقليته الحقيقة كويسة جدا يعني عنده مشوار احتراف بيقول أنه عايز يحقق حاجة وعايز يعمل اسمه وعايز يوصل لمستوى معاين من نجاح في جميع الأحوال نتمنى له التوفيق وهو بالمناسبة قدم موسم كويس جدا لفت أنظار عدد كبير من الأندية التركية لتريزيجي واعتقد أنه تريزيجي استعاد جزء كبير جدا من فورميته خلال المسم ده من تريزيجيين روح لمانيه ومانيه خلاص كده نقدر نقول أنه بيخلص بشكل نهائي في بير ميونيخ والسنة الجاية هيغادر الأنفلد عشان يلعب في أليونز أرينا دي لقطات لفنداوسكي لأنه تصريحات لفنداوسكي في الفترة الأخيرة بتكشف عن إصرار كبير جدا من نجم الكبير نجم البيرن الكبير أنه يلعب لنادي بارشتون بينافس بارشتونة بشكل كبير وكمان البي أس جي دلوقتي دخل على الخط عنده رغبة كبيرة جدا واستغل لمعاناة البارسة المادية الخلاف بين البيرن وبين بارشتونة خلاف مادي على المقابل المالي البيرن يعني متمسك بخمسين مليون يورو في حين أنه أقصى عرض قدمه البارسة هو 40 مليون يورو وبالتالي دخل اليونيتد واليونيتد ما عنده مشكلة في الفلوس وأكيد طبعا بي أس جي ما عنده مشكلة في الفلوس والاثنين عندهم رغبة كبيرة جدا في انتداب البولندي دولي ليفنداوسكي بس في النهاية أنا بشوف أنه رغبة اللعبة هتكون حجر زاوية في الموضوع وهو عنده رغبة أكيدة وأعلن عندك كتير قوي أنه يلعب في البراو جرانا أو في بارشتونة صفقة مادريد الجديدة التي تم يمكين إعلان عنها لكن لم يتم تقدمها بشكل رس بالتي شيرت الجديد في الريال نحن بتكلم على اثنين مدافعين من العيارة الثقيل يعني أساسيين مستوهم عالي كانوا موجودين بشكل دايم مع الريال في الموسم ما قبل الأخير كلام على سيد جيراموس ورافا فاران الاثنين سابوا النادي وبالتالي اللي ظهر في المشهد طول الموسم الأخير ميليتاو وقلبا والاثنين نجحوا الحقيقة وإن كنت يعني ما تعتقدش أنه هما من مدافع الصفوة أو مدافع الدرجة الأولى لكن هما نجحوا في تحقيق لقب الشامبيونز ليج ولقب الليجة للريال وإن كنت أظن الحقيقة أنه فرقة الريال ما جدش الموسم اللي فات كله يعني لولا حالة التقلق الكبيرة جدا اللي كان عليها بن زيمة واللي كان عليها فينيست جونيور واللي كان عليها كورتواء السلاسي ده هو صاحب الفضل الأكبر الحقيقة في فوز الريال بالبطولات فاصل ونرجع لحضراتكم في السابق ملفة كتير قوي شغلة جماهيرنا دي الأهلي أنا عارف منهم زي ما قلت في بداية الحلقة ملف الموديل الفني الجديد منهم المرحلة الصعبة اللي داخل عليها الفريق فوز الحقيقة غيابات كان الله فعون الجهاز الفني والطبي الحقيقة يعني ما بيصدق يرجع لعيب بيلاقي لعيب تاني تصادر الحقيقة يمكن بداية من مطش بكرة قيمة الغيابات بتزيد أسماء كبيرة ومؤثرة الحقيقة كلام على طبعا المشوار الصعب اللي هيخد فيه الأهلي التلاث مسابقات المتبقية في الموسم وتلحم المواسم المستبر معنا دايلاما اللي محدش في الكرة المصرية عارف يلاقيه الحل للغاية دلوقتي خلينا نسمع رأي نجمينا النهاردة في سادسة كابتن أحمد نخلة بشرفنا طبعا أهلا بيك كابتن أحمد أهلا بيك يا أبو حميد وبتشرف أني بوجيدي معاك وطبعا في قناة من دا أهلي أتمنى ربك كل توفير نادي أهلي إن شاء الله بشكل عامة كابتن أحمد شايف المرحلة اللي احنا فيها صعبة وإيه التحديات اللي بيواجهها فريق نادي الأهلي بقيادة كابتن سامي أمصان في الفترة دي والله طبعا هو التوقيت صعبة جدا طبعا كابتن سامي أمصان يعني السلام بعد مصر المسلماني ويدي سرقة كبيرة من كابتن محمود الخطيب وهو طبعا دور كابتن محمود الخطيب مش أول مرة قبل كده برضو يعني كابتن حسين بدري كان ماسك مع منه والجوزين كابتن حمد يوسف كابتن حمد يوسف واشتغل لأ واشتغل واخد بطولات يوسف الاتنين جابوا بطولات أفريقية بالزبط مش جديد طبعا على كابتن حمد الخطيب وعلى مجلس صدرات نادل آلي أمر طبيعي منظومة بتشتغل بشكل علمي بيدرسوا كل موضوع قبل ما يخدوا فيه قرار وهذا شيء مهم جدا جدا أعتقد أن سامي أمصان أدى بشكل جيد ملم بالفريق عنده خبرات يمكن يشتغل مع لازارتي يشتغل مع فايلر يشتغل مع نوسماني أكيد يكتسب منهم خبرات كبيرة وهو كمان كادر كويس جدا ومدرب واعد ووضح أن الأهلي شايف سامي أمصان يعني خلينا نقول كلمة مشروع أنا محبش كلمة مشروع هذه لأنها بقت كلمة درجة بتتقل كتير بس هو الحقيقة سامي أمصان واضح أنه يعني فيه كريتيريا أو فيه معايير معينة الأهلي شايفها فيه وبيحضروا لمرحلة ما ممكن يبقى جاهز أنه يمسك تولى المسؤولية كلام منطقي جدا يا حمد أتفق معك تماما وأتمنى أن نتوفيه إن شاء الله في فترة اللي جاية بإذن الله ايه الصعوبات اللي بيتعامل معها كابتن سامي في الفترة دي يعني كمدير فني تولى المسؤولية في نص المسم تحطي كده في عرض البحر زي ما بيقولوله وقالوله كمل من وجهة نظرك إيه الحاجات اللي هو شايل همها أو إيه الحاجات الصعوبات اللي هو عايزة تخطاها خصوصا في ظل ضغط مطشات إحنا دخلين على ضغط مطشات كبيرة جدا كل أسبوع تعريبا في مطشين عندنا ثلاث بطولات بالنفس فيهم في نفس الوقت كاس قديم وكاس جديد وبطولة الدولة هو خلينا نتفق إن نادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي يعني ما بيردش غروره إلا المكسب وده أمر طبيعي على إمكانيات اللاعبة الموجودة ومكانيات النادي الأهلي والمنظومة كمان شغالة بشكل علم سليم جدا جدا أنا موفر لك كل شيء فمطالب أن أنت تديني نتيجة وهو المكسب أو البطولة وده أمر طبيعي وممكن هو كابتن سامي عارف كده كويس جدا لكن خلينا نتكلم برضو إن حالة الإجهاد اللي واضحة جدا 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 على اللاعب الدوليين اللي جايين من كوريا وقبل كده أسيوبيا وقبل كده تسوات كاسعالم وبعدين الدوريات المتلحمة ربعض يا أحمد ثلاث مواسم يعني صعب جدا الموضوع دلوقتي أنت بتشوف الإجهاد بيوصل لمرحلة الشد والإصابات وده إحنا شايفونه حتى في مطش اللي فات ده مش مؤثر على قالي بس ده مؤثر كمان على المنتخب بالضبط أنا عشان كده برضو حتى اللعيبة مستنزفة يعني تحس أن اللعيبة في الملعب في رجليها في كاس رم يعني تحس أنه محدش بيطلع حتى 50-60% من اللي عنده بالضبط هو ده يا أحمد نحن نتكلم فيه ده حالة إجهاد شديدة جدا جدا الفتا اللي فاتت دي كلها عشان كده بقولك هو هيعاني آه طبعا هيعاني لازم يكون في حالة استشفى كويسة جدا جدا وكمان تكون على قدر كبير جدا أنه هو يقدر يطلع اللعيبة من الحالة دي لازم يعني 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 عمر رسولية ده تلعب كبير جدا جدا مش ده عمر رسولية خلص نعي عارفينه أي الأدابة عمري هو عاوز يلعب بس مش قادر مش قادر طبعا ده أعزا أقول لك حاجة برضو غير التعب البدني فيه جهد زهني الجانب الزهني ده اللعب كورة مهم جدا جدا لازم زهنك يكون صافي عشان تقدر تطلع قرارات هي قصة كلها ايه في الملعب قرار انت بتطلع كل شيء بتطلع باس سليم أو ميز باس الميز باس ده انت زهنيا مش صافي فمهم جدا يمكن السولية انا مش عارف والله بصراحة حالته غير عادية اتمنى ان السولية او كابتن سامي او الجهاز اللي موجود او الجهاز الطبي يحاول يشوف حل العمر رسولية بالخصوص يعني حالته البدنية الزهنية مش مركز او موجود في الملعب طب هو مش مصاب لكن مش مش موجود معاك تمام وبعدين انت بتتكلم في عمر رسولية في نص ملعب رقم تمانية حاجة يعني لعب مهم جدا بس مش عمر بس يعني فيه لعيبة كتيرة تأثرت بحالة الاجهاد دي ولو قرنت نسخة قفشة مثلا دلوقتي بقفشة قبل كده فيه لا فيه فرق لو عالي معلول فيه فرق ناوي فيه فرق فالعيبة الحقيقة كلها يمكن يعني مستواها هل ده بسبب مرحلة ضغط المطشاط هل ده ممكن يكون ليه بعد نفسي بعد خروج من بطولة او يعني خصالة لقب دولي الفعل الفعل المرتبطين ببعض تمام اللي احنا بنتكلم فيه انت ممكن انت حتى ذكرت اسماء كلهم لعبة دوليين القصة كلها في المشكلة في اللعبة دوليين حتى ديانج ديانج برضو قوة لك في نص الملعة طبعا تتكلم على دفندر عنده معدلات جادية رهيرة ديانج عبد المنعم بالزبط حمد فتحي حتى الشناوي حتى الشناوي مش هو ده مش شناوي تمام يعني يعني علي معلوم لعب دولي كل دول الدولي لاجعين لك بيرستاو برضو مكان مش أفضل حاجة برضو حاسس برهاج جاي من سفر كل اللعبة دوليين متأثرين فده ده إجهاد ده إجهاد عالي طب الراجل دلوقتي عنده مشكلة غيابات هو مجبر انه هو يستغنى عن عدد كبير جدا من الأسماء تقريبا وصل لحوالي عشر أسماء انت بتكامع على فرقة كلهم دوليين أو أغلبهم دوليين وكلهم أساسيين كليهم دور وفي نفس الوقت تراجع مستوى بعض اللعبين بشكل ما عنده تقريبا كل ثلاث يام ماتش نلعب حد واربع حد واربع عندك الاربع ده بكرة ان شاء الله غزل المحلة بعد منه بيرامدس في الكاسيوم الحد اللي جاي وماتش تقيل طبعا اشتغل ازاي وتحضر ازاي في الظروف دي يا كابتن أحمد طبعا لازم عملية الروتيشن يا أحمد لازم النادي الآلي الحمد لله برضو عندي صفة تانية كويس جدا النادي الآلي برضو يملك عناصر فنية موجودة بره يعني واحد زي كوكا دوت لما يدخل جنب جنب عملية الروسولية في نصف ملعب حيدي لك لعب مميز ولعب عنده امكانيات وعنده باور وفرش مش عمدهش بقى لدغوطات ولا عنده مثلا حمل بدني عالي لا كوكا دوت مشروع لعيف في نصف ملعب ممتاز جدا جدا وانا ان شاء الله بإذن الله اعتقد يعني ان ممكن الكابتن السامي يستعين به في نصف ملعب اعتقد الجنب السولية دي حاجة احنا برضو بنتكلم برضو على عودة بدر بنون ومتولي كمان متولي كويس يعني متيجي تتكلم مثلا على الناس اللي وراء ياسر ياسر موجود بنون خلاص بقى هبدأ اديله تمام وبعد بدر بنون برضو يملك من الخبرات كتير جدا بقى برضو بيعرف يتحرك ازاي ويبدأ من تحت من لعب الممزين اللي بيلعبك من تحت كورة بدر بنون باصه سليم جدا وعنده رؤية وقراره سليم فبدر لعب كويس جدا واعتقد برضو ان الكابتن سامي ممكن يعتمد عليه بالفترة اللي جاية متولي بدأ يدخل وبدأ ياخد عدد من الدقاء ياخد يشارك برضو الثقة دي موجودة ان الكابتن سامي دعب مطش استن اساسي وادى مطش كويس مباراة جميلة جدا مباراة انت كسبت فيها حاجة كتير جدا يعني اعتقد برضو ان الصغارين دولت زياد طار اللعب كويس جاي يعني برضو عنده مهارة وعنده سرعات ومحتاج ان هو ياخد مباريات تمام انت برضو عندك لازم تعمل تويشا يا احمد مش معقول انا هلعب بالمجموعة دي طول السيزون لازم حد يقع منك يعني انت بتتكلم برضو اشوف رامل ربيعة بقاله فترة مش كويس جدا يعني عجبني رامل فترة اللي فاتت حتى افشل المباراة الزمالك اول نصف ساعة كان عملك كويس جدا جدا صراح كان يعني افشة من اللعبة اعتقد برضو ان كابتن سامي اتعامل مع افشك بنفسي اخطر من ان هو فني ان برضو بقاله فترة مسر المسلماني كان بيستبعد افشة وكان بيبقى بديل طول الفترة اللي فاتت لما تيجي انت تدي اللعب الثقة دي مهم جدا علاقة المدرب باللاعب انا بديك الثقة وانت كلعب تديني الباور اللعب ينزل بيقدي انت بتصق فيها وانا حزبت لك ان انت انت عانان انت عانجل بالضبط هذه مهمة جدا حصلت ان افشة قدى بشكل جيد جدا تمام لكن النادي الاهلي في المباراة في الصحر البداية كانت كويسة قوي لكن كان لازم بعد الهدف الاول ان احنا ما نعملش تراجع كان لازم تكمل لو الهدف بتاع كرة واحنا ما تراجعناش بعد الهدف الاول نحن تراجعنا بداية من الشوط التاني حتى بعد ما سجلنا عندنا فرص كتيرة جدا ممكن نجيب التاني والثالث كمان الكرة بتاعت افشة اللي جات داخل التمنتاشر يحمد لو كانت توفق فيها افشة اتغير تماما لكن احنا الحمد لله لسه عندك ثلاث مباراة عندك سموحة عندك الجونة عندك المؤولين دون مؤجلات تقدر تستفيد بيهم وترجع تاني تفرق خمسة بونت عن المنافس بتصدر الدوري وده امر ورده طبيعي ايجابيات اللي شفتها في الفترة اللي تولى فيها كابتن سامي قمصان يعني حسيت ايه اللي فرق في الفرقة بعد مرحلة مستر موسيماني والله يعني انا شفت مباراة المصر السكنون كانت بداية مش سيئة لكن قدر ان هو يفوز بالمباراة في توقيت صعبة جدا ان الاعلام والسوشيال ميديا مسلمان يقاعد لا ماشي فبرضو انت برضو يعني 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 مش مهي اننا الظروف الحاجات بتأثر على لعيبة فقط اللي بس يعني فكرة انه عدم وضوح الرؤية او ان يبقى فيه كلام وكلام تاني بيأثر تهالي طبعا مهمة جدا واعتقد مباراة استر كومباني يعني المباراة الثانية اللي سايم قمصان ان هو يكسب بالسكور دوت والاداء الجايد دوت هو قدر يكسب قط اللبس ان هو كسب لعيبة كتير الحالة النفسية مهمة جدا هو تعامل نفسي نفسي كويس او مع اللعيب بالضبط فقدر ان هو يفوز بمباراة سكور تمام وكمان يكسب مكاسب كتير متولي وكوك خلينا اسألك حاجة المصري المدير الفني عموما يعني انت دربت مع مديرين فنيين مصريين ولعبت مع مديرين اجانب منهم المان يعني والالمان معروفين شوية ان هما ناس عملية اكتر يعني حتة العاطف عندهم دي ما لهاش حسابات كبيرة من الافضل في الحتة دي الناحية النفسية التأهيل المعنوي عند اللعيبة منتخب او اندية المصري ولا الاجنبي والله انا يعني اتعاملت مع مستر رينر هولمن في نايد الاهلي مع مستر كروجر في نايد المول العرب ونايد المصر برسعيدي اه مع مستر سوبل كمان الماني في نايد الاهلي اعتقد مستر رينر هولمن شخصية غير عادية العام النفس عنده اعتقد مدربين كثير يعمل على هذا السيسم انه يأخذ كل خط لهم يعني يأخذ حرس المرمو يأخذ المدافعين ويبدأ يتكلم معهم ويأخذ لعبة النص الملعب يتكلم معهم غير المهاجمين ويأخذ المهاجمين ويأخذ معهم لعيب ثلاثة اربعة في الناس الاحتياطي قد ايه يبقى علاقته بالناس اللي برك ويسا جدا ودي مهمة جدا لكي يحتاجه فلما يحتاجه يحتاجه يبقى جاهز يبقى طوب فورب هي دي اعتقد ان يسام همسان عمل دي واتقانها في تبديل تبديل صلاح محسن وطاهر وطاهر اه ازاي ادري جاهزهم ازاي لما استعام بيهم ونزلوا عملوا له الجول اللي رجعوا تاني في الجيم طبعا شيء مهم جدا ممكن اللعب ينزل يا احمد لا انا اعد بره احتياطي انا مش بتبديني فهم قصد شريف لما بدأ مين ادى الثقة لشريف انه يبدأ مكان بره فترة ما بيبدأ شبيه مستر موسماني كان على طول برسي يدخل مهاجم برضو الثقة موجودة اننا انا اعتمد عليك وانت مهاجم عندي وانت هداف وفعلا هو تشوف هداف فادي اللي نشوف برضو يتوفق لا ده كويس جدا كويس جدا نعدي على غزل المحلة بكرة بسرعة والله انا عاوز اقول لك حاجة يعني غزل المحلة برضو الظروف وديق الوقت ده صعب جدا تمام انت بتتكلم برضو ان مناسبة ببالواني رينا هولمن دلوقتي رينا هولمن مدير فني السابق لنادي الاهلي انت كنت تكلم مع الوقت حاليا ماسك مدير إدارة تطوير المدربين في الاتحاد الألماني الكرة القدم مشاء الله يعني هو كمان كانكوس جدا معنا وحاق بطور كتير معنا والألماني عندنا برضو يعني اعتقد رصدنا كبير مع فايتسا توبل هولمن كلهم كانوا الحقيقة مديرين فنيين جايدين جدا طبعا طبعا عندك حق طيب ماتش بكرة شايفه صعب شايفه سهل غز المحلة من الفرقة اللي قدام الأهلي يعني بلغة الكرة بتحجر وتيجي تلعب قدام الأهلي بدأ يفعل طبيعا كل فرقة في الدوري أنا بشوف ان كل فرقة قدام ماتش الأهلي بالنسبة لهم ماتش ماتش بطولة مهم جدا يعني انه يكسب الأهلي في الدوري أو يتعادل مع الأهلي في الدوري ده بالنسبة لهم إنجاز عظيم جدا شايف الماتش ازاي بكرة ومش هتكلم في فكرة الترتيب والأرقام لأنه المحلة نتائجة في الفترة الأخيرة مش أحسن حاجة خلينا بس انتفق ان المباراة صعبة بالزبط في ظل الظروف الناد الأهلي يمور بها في ظل غياب الإصابات كلها في ظل برضو انت بتتكلم على مدير فني كان موجود ومش ولكن الحمد لله البديل ما شاء الله يعني قادم هو يكمل بشكل جيد لكن خلي مباراة صعبة بنتكلم ان النادي غزل محلة فريق كويس مش فريق وحش عنده عناصر مركز 25 سمعت برضو ان يكون عندهم غيابات عنده أهني عادل وعبد يحيى تلات العباء كويسين جدا يعني ممكن يؤثر بشكل كبير لكن معهم مدير فني كويس مصطفى عبدو عدو وفريق من الفريق اللي بتلعب كورة مش بس بنزيله قدام أهلي وزمالك يعمل زون لا ده هو عاوز يلعب وعاوز ينتشر وعاوز يزيد ويعمل شخ اللجوم بشكل كويس برضو تموح عند كل اللعيب ان هو في مبارات القمة أهلي وزمالك انه عايز يظهر ويسوق نفسه في مبارات كبيرة هو ده وكبت مصطفى عبدو لي اسم شهرة كده اسمه جورديولة الغلابة ممكن صح تعرف ايه سبب في المسمى 6 عناصر عندهم كورة معالين الفرقة كمان بيلعبوا انا مش بولك انهم بيلعبوا بيلعبوا جيم وبيضغطهم بيروحهم المرتدات عندهم كويس قوي ويعملوا زيادة العادية من خلف الامام لأ فريق اعتقد انا بولك مبارات صعبة من دلوقتي يعني احنا كمان لازم نركز ان احنا برضو في ظل الاصابات اللي عندنا لازم البديل برضو يجد اللقطات اللي على الهوى كابتن احمد دلوقتي على الهوى مباشرة من ملعب تيتش في النادي الالي في الجزيرة وصول كابتن خطيب لتمرينة النهاردة جهاز الفني في استقباله كابتن سامي امصان كابتن شرف ده اليو دينج اعتقد بالضبط اليو دينج من العيبة اللي خلاص برا حسابات ماتش يوم الحد اللي جاي فبتهيألي محتاج تطمن او على اقل تستعيد جزء كبير من العناصر الغايبة عنك في الفترة الاخيرة ومنهم طبعا اليو دينج اللي اعتقد هيكون اضافة كبيرة جدا لخط نص النهاردة طبعا كلام مهم جدا يحمد وطبعا واضح مساند كابتن محمود الخطيب وهو طبعا ده دور طبعا على طول متواجد على طول في النادي بيتابع الفريق بيتابع معساد عبد الحفيز مساند بشكل جيد جدا مع سامي قمصان حاجة كوس قوي فده باور ده عامل معناوي جامد جدا لللعيبة مهم جدا كابتن محمود اللي بيعمله دوت لان الفترة دي فترة صعبة و اكيد ان شاء الله فينا ومحتاج هذا دعم الحقيقة كنت بقول في بداية الحلقة انه ده وقت الجمهور يعني عندنا ملفات كتير من رغبطة عندنا مشكلات في إصابات وفي غيابات وإلى آخر عندنا مشكلة إجهاد عندنا مشكلة ضغط مطشواط لكي كنت بقول في بداية الحلقة انه دور الجمهور بتاع الاهلي دلوقتي يعني مش وقت حسابات أو تصفية حسابات أو ضغط على لعبين بشكل من الأشكال محتاجين ندعم ونساند إن شاء الله في مطشو بكرة توقعتك للطريقة والتشكيل الأنسب يعني من وجهة نظر كابتن نخل والله أنا أعتقد أن الفترة اللي فاتت لنا شفتها من طريقة لعب كابتن سامي أنه بيلعب طريقة هجومية أربعة اثنين ثلاثة واحد يعتمد على اتنين دفندرات أي كان اتنين دفندرات ديانج وحمد فاتحي أو السولية وأعتقد السولية وكوكا أعتقد أقرب حاجة يعني متولي ميتديش بك لا متولي عطا ممكن سردباك ممكن سردباك مع ياسر إبراهيم ممكن لكن أنا بتكلم على طريقة اللعب أربعة اثنين ثلاثة واحد هي طريقة هجومية تعتمد على أن البليميكر يكون قدام أمام الاتنين ستة وثمانية الاتنين دفندرات هو يكون أفشى أعتقد يعني أفشى الجناحين برضو أعتقد برضو إن شاء الله بإذن الله أتمنى أتمنى الجناحين أن يلعبوا بكرا إن شاء الله يكون عندهم هكمل معاك في أكتر من نقطة بس هتسمح لي أروح لفاصل وأرجع نكمل كلام نعم نجمين وضفنا نهاردة كابتن أحمد نخلة تمرنت الأهلي بدأت وخلينا نروح معكم مع كابتن أحمد نخلة لنادي الأهلي الجزيرة نروح لزمين هناك كريم أحمد نعرف أخبار التدريبة بتاعت النهاردة ونسأله كمان على ملف الإصابات النهاردة كان في وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي أهلا بك كريم نطمن منك على تمرين الفريق النهاردة التمرين الأخيرة قبل مواجهة الغز بكرة ويهمني جدا يعني نعرف منك ونطمن الجمهور كمان على ملف الإصابات اللي زادت الحقيقة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام في مواجهة الزمالك يعني قدر أقولك تلحم هم كبير جدا الحقيقة مع لعبة النادي الأهلي وضغط رهيب من المباريات يعني الإصابات أمر محزن جدا للجهاز الفني لأنها بتفقد عدد كبير من العيبة في الظل هذا توقيت الضخيط جدا لفريق النادي الأهلي أمر بيكون صعب جدا على الجهاز الفني طبعا الكل بيستعد بكل جدية لمباراة الغد أمام مباراة المحلة طبعا هي مباراة كاس ومباراة بطولة بنسبة لفريق المحلة وده المعتاد على أي فريق بيقابل النادي الأهلي النهاردة طبعا كالعادة الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامي ومصان القام بعمل المدير الفني اجتمع وباللعبين تحفيز بشكل كبير جدا وغلق الصفحة والمباراة الماضية بكل ما فيها ولابد يكون فيه تركيز أكبر خلال المرحلة القادمة بدأ طبعا النهاردة التدريب بالمحاضرة ومنها مشارة طبعا احتفال كالعادة مع لعيب النادي الأهلي بعيد ميلاد حسين الشحات منتظرين منك الكثير خلال الأيام القادمة جمهور النادي الأهلي منتظر تحديدة من حسين الشحات يعني مجهوده الكبير وأموره طبعا وأهدافه وأسستاته كل الأمور دي فالنهاردة يمكن العيبة النادي الأهلي احتفلت بحسين الشحات في أرض الملعب وبدأ الميران تعرف طبعا النهاردة الميران مغلق لفريق النادي الأهلي لكن تم سماح لنا طبعا كالعادة بالوقت المحدد لها التصوير والتدريب مستمر في هذه اللحظات جرعات تدريبية طبعا متنوع بالنسبة لكابتن سامي أمصان يا رب إن شاء الله التدريب يكون جيد واستطيع النادي الأهلي يستفيد منه بشكل كبير جدا ويقدر الكابتن سامي أمصان يختار الحداشر اللي يمثل النادي الأهلي في مباراة الغد ملف الإصابات زميلي أحمد أمر صعب جدا نهاردة عايزين نقسمهم لأن الناس إن شاء الله يكونوا جاهزين على مطش والإصابات اللي ممكن تكونها تاخد وقت أطول شوية فبالتالي اللعيبة دي مش هتكون معنا لا بكرة ولا في مطش الكاس يعني طبعا الإصابات لو هكلمك بشكل عام على الإصابات مش هقدر أقول خفيفة لأن الإصابات مطولة شوية أنا عايز أكلمك في البداية على أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر مزق في العضلة الأمامية هيغيب لمدة ثلاث أسابيع وده أمر محزن جدا بالنسبة للجهاز الفني لأن نفقد لعيب مهم جدا مع عدد من اللعيبة فيمكن ده أمر مهم جدا حابين من خلالك نتكلم على أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر طمنا طبعا من الجهاز الطبي على الإصابة لكن إصابة تطول توصل لثلاث أسابيع مزق في العضلة الأمامية بيليه علي معلول شد في العضلة الأمامية بيغيب أيضا لمدة عشر أيام يليه علي معلول حمد فتحي شد بسيط في العضلة الخلفية عشرة أيام حسين الشحات كادمة قوية جدا في الكاحل ويمكن كمان أقدر أقولك بلغة الكورم سماعة كده فوتر أكيلس لكن محطوط لحسين الشحات موعد مبدئي في مدة أسبوع ديانج هو يمكن الأمر اللي نحن نطمن عليه كل جمهور النادي الأهلي ديانج ماشي في التأهيل بشكل طيب جدا إن شاء الله بإذن الله من تطمينات من طبيب النادي الأهلي يكون متواجد إن شاء الله بإذن الله في مبارات برامس ذات الحديدا بالنسبة لي ديانج لأن ديانج قطع شهود كبير جدا في التأهيل المخصص لي والبرنامج التأهيلي الموضوع له علي لطفي مستمر الحقيقة في التأهيل الكادمة الحقيقة اللي كانت فيه إيده للفترة اللي فاتت مستمرة معاه ومستمرة في التأهيل علي ممكن ما بيشاركش في التدريبات الجامعية أو أي أمور خاصة طبعا بتدريبات حراسة المرمى لكن موضوع له أيضا كمان أسبوع يكون جاهز خلال الأيام القادمة منعم طبعا اللي تطمن أيضا جمهور النادي الأهلي عليه منعم نهاردة بياخد جزء بسيط من التدريبات لكن مش هشارك فيه تدريبات الكرة لكن قطع شهود كبير جدا في التأهيل الخاص به فنقدر نقول التدريج إن شاء الله بعد مباراة الغد منعم يكون متواجد بشكل كبير جدا مع فريق النادي الأهلي في تدريبات الجماعية ويرب إن شاء الله كمان يكون النادي الأهلي أو جهاز الفني يستعين به في مباراة البرامز عدد كبير جدا تم اللعبين يحمد طبعا أمر صعب جدا على فريق النادي الأهلي وعلى الغيابات لكن هنأكد في كل مرة أي 11 يكونوا متواجدين لابد يكون في بزل كبير جدا من المجودة تضحيات كبيرة جدا لأن مرحلة مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي تلاحهم كبير جدا كريما عرفت إنه عمر رجع النهاردة من الدوحة مظبوط هل عندك معلومات إمتى ممكن يخش عمر رجع لكن لم يتواجد أنا عارف إنه لم يتواجد بس هل في معلومة يعني ممكن نشوف عمر القريب ولا الموسم ده ممكن يبقى بره الحسابات ما عندكش المعلومة دي عمر عمر لا يعني عمر لسه شوية لنممكن أكرم توفيق هو اللي عد شود كبير جدا أربع شهور ونص عمر لسه شوية عمر فاديل يعني يقدر نقول في خلال شهر ونص أو شهرين يقدر أنه ياخد تدريبات بسيطة جدا مع العودة لكن باستثناء طبعا عمر وأكرم إصاباتهم متولة شوية إصابات اللي إحنا معنا يعني عشر الأهلي اللعيبة يكون متواجدة عرف قيمة المباراة وأهمية المباراة لكن أمر صعب جدا الإصابات اللي زكرتها معك زميلي أحمد نتكلم على وجود كابتن خطيب النهاردة أعتقد واحدة من النقاط الدعم المعناوي المهمة جدا بالنسبة للجهاز الفني نمر واحد كابتن سامي أمصان والجهاز المعاون ليه وكمان للعيبة في التوقيت وفي الظروف الصعبة اللي إحنا كنا نتكلم عليها كريم بالتأكيد طبعا زميلي أحمد وجود الكابتن محمود الخطيب في هذا التوقيت مرضوده بيكون كبير جدا على عيبة النادي الأهلي يمكن كابتن الخطيب ما تكلمش مع العيبة النادي الأهلي لكن وجوده يعني بيكون أمر مهم ورسالة مهمة جدا في ظل هذه المرحلة الدقيقة جدا اللي إحنا بنأكد عليها يمكن هو متواجد طبعا بيتابع التدريب حديثه على طول مع الكابتن سامي ومصان مباراة الدوري ثم مباراة النوك قوة مباراة الكاز بتحتاج تركيز كبير وبتحتاج مجود أكبر وبتحتاج دكة بودلاء قوية جدا فيارب إن شاء الله بإذن الله نقدر أن نحنا نتخطي مباراة الغد وحسابات بقى خاصة جدا في مباراة الكاز مع الكابتن سامي ومصان وعلى الكابتن سيدة وحفيز والجهاز الفني بالكامل إن شاء الله زميلي بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد من داخل نادي الأهلي دي كانت لقطات التمرينة النهاردة في الملعب التتش يعني تقرير مفصل عن الإصابات الصدمة بالنسبة لي عبدالقادر بصراحة يعني أحمد عبدالقادر ما كنتش متوقع أنه التهيل تستغرق ثلاث أسابيع ألف سلامة طبعا ما أعتقد يعني هتبقى كمان خبر محزن لجماهير نادي الأهلي طبعا أحمد عبدالقادر يا أحمد لعيب مهاري لعيب عنده حلول لعيب يعافي خلق فرص كمان بيعمل لك النزع الهجومية بشكل جيد جدا فأي وقت بتلاقي عمل أسست بيجيب بقول فبصراحة أنا يمكن تفاجئت زي كده بالزبط يعني ما كنتش متوقع يعني ثلاث أسابيع وأمامية موضوع صعب جدا فربنا إن شاء الله يا رب اللي موجود إن شاء الله يأدي بنفس الأداء أحمد إن شاء الله عبدالقادر معلول الحمدي الشحات أيمن ديانج عبدالمنعم أسماء فرقة فرقة كاما صحيح طبعا بس عندنا ليسدها كابتان حمد عندنا عندنا عشان كده من شو قلتلك يعني أنت هتتعامل إزاي كل تلات يام مباراة أنت بتتكلم في مباراة بكرة صعبة جدا وبعدين بتتكلم في برامة زفريق قوي وكاس وكاس وبعدين يعني برضو إن شاء الله بإذن الله يا رب بكرة إن شاء الله يعني نتيجة ويطلع سلام يا رب المجموعة الموجودة إن شاء الله يتطلع سلام ما تضمنش برضو تطلع من المباراة بكرة يا رب بأقل خسائل لك ممكن تلاقي نفسك لاعب أو اتنين طلعين برضو هتلاقي نفسك بتلاعب بنا ما تزل ناس حد لعب مؤثر فهذه مشكلة عشان كده اللوتشا مطلوب محتاج تجهز أو يعني أنا عارف إن الأهلي بيتعامل يعني كل مباراة بطولة في حد ذاتها وفيه فصل تماما بين اللي جاي واللي هتلعبه بكرة بس كابتن سامي بكرة ممكن وهو بيحط سكواد أو بيحط الطريقة محتاج يجرب أو محتاج يجهز حد المواجهة بيرميدز خلينا نتفق يا أحمد بكرة أهم حاجة ثلاثة بنت هو بكرة مركز أننا عايزة أفوز بالمباراة هيحط رؤيته تشكيل فريق على أساس أننا لازم عايزة أفوز بالمباراة البديل حيكون في أضيق الحدود وبعدين على حسب اللي موجود يعني أنا كالشام كده بقول إيه يعني أجهز اللعب اللي برا وهو بالفعل ده اللي بيحصل دلوقتي أنه بيتجهز البديل حتى اللعب اللي في المدرج أنا بجهزه أنا أحتاج لكل لعيب حتى اللي ما بلعبش أحتاج للكل أنت داخل على مباريات أنت عندك تالت مؤجلات وعندك بعد المحل عندك برمز مباريات في بعض عشان كده بقولك أنت مش ممكن صعب جدا يعني أنت أنت شاهد أنه كابتن سامي أمصان من ناحيته كمسؤول في الجهاز الفني يعني الجهاز الفني والجماهير من ناحية التانية بتقول أننا داخلين على منطقة عملية منطقة حسابات النقاط هي الأهم والأداء طبعا بيأتي يعني أنا بكرا أنت عندك بكرا أنت بتنفس على بطول الدوري أنت بكرا مبارات مهمة جدا أنت عشان لازم تكسب طبعا أنت مهمين جدا ما هيأ لعبتي تمام موجودة كابتن محمود الخطيب النهض عشان كده يعني كلامك منطقي معناويا لازم يكون كابتن محمود موجود طبعا 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 هو على طول مساند الفرقة هو المساندة في الأوقات الصعب يعني الفرقة وهي ماشية كويس صح مش محتاجة لا جمهور يسند ولا إدارة تحاول تجدد دوافع يعني طول ما أنت ماشي على التراك لكن في وقت المطباط وفي وقت المشكلات طبعا محتاج حد يقف في ظهرك ومحتاج حد يسندك عشان تعدي ده أمر طبيعي وبرضو بعيد كلامي يا أحمد أن بكرة مباراة مهمة جدا طرطة بنت اللي أغنى عنهم وإن شاء الله بإذن الله اللي موجودين ويعني الكلمة المشهورة نحن نحب نقولها هو الأهل بمن حضر فعلا فعلا اللي موجودين إن شاء الله يرغبوا والله بص إحنا الموسم ده بالذات يعني الموسم ده بالذات فيه كذا مطش كده تقدر تقول عليهم اللي أهل بمن حضر دزبوط يعني المطش اللي أنت كجمهور مش هتزعل لو خسرته وعارف أنه مقدمته بتقول أنك أنت المطش ده ممكن جدا جدا نسبة كبيرة جدا تخسره فتلاقي فيه 11 رجل في الملعب وتلاقي الأهل بمن حضر ويتخلص وأهمهم يعني بشوفهم مثلا منتري بتاع كاس العالم بطل المكسيكي يعني مطش ده بصراحة أثبت أنه الأهلي بمن حضر دي مقولة تقدر تترجم هقفل معك ملف الأهلي وافتح معك سريعا جدا ملف الدولي بشكل عام يعني برا الأهلي شايف المنافسة ازاي السنة دي وشايف النسخة بتاعت الدولي السنة دي تختلف في ايه عن النسخ اللي فات والله هو إيجابيات بس بلس سلبية الناس مش قادرة تسمع سلبية يعني خلينا نتفع بس ان العوامل البدنية في كل فرق الدولي بقت قوي جدا تمام الجوانب التكتكية كمان خلاص تغط على المهارة يعني أنا عايز أقول لك برضو أن 70-80% لعيبة مصر صدقني كلها زي بعض زي بعض يعني الدولي مأفرص السنة دي ما شفتش انت كام 3-4 لعيبة طلعوا جداد كده قلت والله الدولي السنة دي طلع على أسماء دي والله يمكن فيه لعيب في طلاع الجيش اسمه أحمد سامير عجبني جدا لعيب عنده مهارة وموهبة أعتقد لعيب كواس قوي ده جناحي بالضغط ومهنة لشين كمان ديفندر برضو ده برضو لعيب كواس قوي مكانياته البدنية وحيطة نفس الملعب بيعملها بشكل كويس جدا وبيدافع وبيعمل التغطية وبيعمل الزيادة لأ برضو دول أنا مش حازين برضو دول لفت نظرك آآآ من بك شمال لفت نظرك السنة والله مش عايز أقول لك لكن هو يمكن أعرب حاجة هو يعني ما فيه شوح ممكن أحمد فتح لعب الزمان كوه اللي شوية تحسنه فيه فيه كورة فيه كورة بيعمل الزيادة وبيرجع ما شوفتش كتير الأمانة يعني حتى المكان ده وليل جدا جدا مش موجود أفضل لعيبة محترفة بره لعب الأهل يعني سيبك من خمسي لأهلي أفضل لعيبة محترفة لفتت نظرك النسخة السنة دي في الدول والله أشوف يعني ما فيش حد صراحة ما فيش حد اللي منفت قوي يعني بصراحة يعني فرقة حاسس أنها حصان أسود أو جهاز فاني حاسس أنه قدم كرة جديدة مع الفرقة بتاعته فيوتش رأمل كرة كويسة أهو معهم حتى فيه لعب يسمح مع دعطب برضو مهاجم ورد شطر جدا كويس على المرمى وعليمير عمل حاجة حالة جميلة جدا جدا بصراحة يعني واضح يعني واضح السنين اللي فاتت كتير من الأندية الجماهرية يعني خرجت من البطولة وللأسف يعني ما رجعتش تاني السنة في بعض الأندية الجماهرية مهددة بالهبوط شايف أنه هذا يأثر على قوة المنافسة على شعبية البطولة على مستوى الكرة في مصر في السنين اللي جاية والله يا شيء صعب جدا يا أحمد مهمة جدا جدا يعني الفرق الجمالية دي احنا لازم على قل يعني مطلوب أي مساندة يعني أتمنى حتى وزارة شباب الرياضة تدعم الأندية دي ما خلاص أنت بتتكلم في فرق كتير المنصورة مش موجودة يعني ده الفترة اللي جاية منصورة والقناة والأوليمبي والتلسانة أنت عندك 11 فريق في مصر هنا في مصر 11 فريق ومصر ثلاث فرق في اسكندرية في القاهرة يعني المصري والإسماعيلية والمصري أيضا ضمهم يعني شوف خلاص قبل كده كنت بتسافر تروح لأسوان وأسوان سبعا تصعد إن شاء الله ممكن بردو لكن يعني أعتقد لازم يكون في دعم للفرق الجمهالي دي ما هو ده في فرق بتنزل درجة تتكلم مين يا كابتن أحمد بتكلم اتحاد الكورة ولا بتكلم القائمين على الاندية ولا بتكلم والله أتكلم على وزارة الشباب طبعا معالي وزير الأرشب صفحي هو طبعا الكبير بتاع المنظومة لأ أنا أشوف الفرق دي يعني جمهوريش مين كانوا في داره ممتاز نزل درجة ثالثة وصعدوا دلوقتي يعني صعدوا مع مدرب عصاب شعبان طبعا بنبريك طبعا من خلالك لكن برضو هذه الفرق كان عندها جمهور تمام غز المحلة جمهوريش أنا فاكر لما كنا يلعبها في الدورة كان واحد من المطشاط الجمهور يشيل همه في ملعبهم من أول موسى لك أنت تخيل أنهم نزلوا درجة ثالثة ودلوقتي سعدوا ممتاز باني ماشي طب ما ممكن برضو يعاني ينزل ثاني وانت كنت في غزي شبين قبل المقولين كنت في غزي شبين ونشوف احنا فين يعني برضو عشان بتتكلم على المواهب وعلى الفرق غزي شبين بقى درجة ثالثة دلوقتي غزي شبين طالع منه مين طالع منه حمزة الجمل طالع منه إسلام فتحي طالع منه سيم أمصان طالع منه أحمد نغلى طالع منه خلت كامل تمام في وحد اسم صبرا وشادي كان مهاجم برضو بص دول طالعين منين من أقليم ما برضو ده كشفين مين مين اختارنا وفد من نادي من العرب جه متفرج على مبرأة واثنين وثلاثة وعمل برينت عمل تقييم وعمل تقرير وقدمه اللولاد دول كواسين وفعلا احصائي كده مبارح على الاندية التي تعتمد على ابناء النادي في اندية طلعت من دولة الدرجة الثانية الدولة الممتاز لا يوجد لعيب من الفرقة التي كانت موجودة فالفرقة التي تشتري الفرقة التي نزلت والفرقة التي تأخذ الفرقة التي كانت موجودة قبل كده لا يوجد تجديد دم أو تصدير مواهب جديدة أو أسماء جديدة تلعب في الدورة هي نفس الأسماء التي تلعب بس تغير الألوان التي تشيرتات كل سيزن الأندية يا أحمل التحت مظلومة جدا جدا صدقني لا يوجد موارد مادية يستطيع أن يصرف على سيزن صعب جدا جدا على مجموعة التي قلت بالفكرة دورة الدرجة الثانية السؤال لماذا لا يوجد منتخب منتخب من دورة الدرجة الثانية يقدم أبرز الأسماء نتكلم على دورة كم نادي طبعا كثير جدا 48 نادي الزبط نتقع على 3 مجموعة كلها الزبط بحري والقاهرة والصعيب فتتكلم في 48 نادي 48 نادي لا يدهم لجهاز فني وطني لو أنا مسك في الأجنبي لمنتخب الأول لا يدهم جهاز فني وطني يظهر لمنتخب من دول أشوف أسماء مواهب جديدة أحمد للأسف إداريا بالصحة لو عندنا مدير تطوير فعلا كما يحاول يعمل الموضوع لو عندك مدير تطوير أجنبي ويسافر ويشوف الممتاز به والدرجة الثالثة ده درجة ربعة ده دور أربع مواهب أنا أستقطبهم لما تعمل منتخب للفئة ممتاز يعملون منتخب تمام لازم فيه لجنة فنية يشكلها الاتحاد تمام مع مدير التطوير لجنة فنية طبعا يكونوا لعبة قدامة ولعبة عندهم تاريخ كبير وعندهم سيفي تمام يروحوا هم عندهم رؤية فنية يختاروا مواهب من الممتاز ب ودرجة التالتة ودرجة صعب جدا جدا دلوقتي في الظل التطور اللي احنا فيه انت برضو وليه الأمر يضغط على ابنه عشان يكون لعب كورة صح أنا معاك كله يتمنى ابني يبقى صلاح كله يتمنى ابنه مثلا يبقى أحمد عبدالقادر وماله كويس جدا واللعبة نفسها كمان واللعبة نفسها والأولاد الصغيرين نهارد نفسها ولكن هناك أولاء أمور يا أحمد ما عندهمش المكانيات المادية أنه عنده ابن مواهبة مش قادر يوديه نادي طب ما أنا أروح للناس دي وأشوف المواهب دي تمام مهمة جدا جدا الاختبارات دي كمان اللي بتتعامل الأندية بيعملوها انت بتروح كل محافظات مشعر تجيب 3-4 لعيبة الأكاديمات اللي شغالة يعني حتى يمكن الكابتن شط بصراحة تعبم معنا جدا في موضوع الأكاديميات النادي الأهلي النادي الأكاديميات اللي موجودة كانوا 15 فرع بقى 20 دلوقتي فيها 10500 لاعب 10500 لاعب أعتقد فيه مواهب ما هو ده برضه انت بتعمل الأكاديميات اللي معمولة في مصر دي كلها لين عشان تطلع لعيبة الأندية تمام انت بتفرغ بتحاول تأسس وتعلم لعيب كورة تمام بشكل علمي وانا بقول بقول لك بشكل علمي لان فيه للأسف للأسف الناس كتير جدا شغالة في المجال الرادي ومش معاش هادي التدريب والعلم المهم جدا جدا ما ينفعش أنا لعيب أكون لعيب دولي ولعيب سابق وأجعي زعمل أكاديمية أو أشتغل في نادي وانا مش معاش هادي التدريب العلم مع الخبرة ستدال بها عاليك جدا وكابتن حسن شحاتة لأمانة جاد فترة أتكلم في الموضوع ده قال أنا أنا تاريخ وحسن شحاتة وخدت كاس أمم بدأ يروح ياخد دورات تدريبية طبعا والمفروض أنه الاتحاد يقوم بالدور ده مع المدربين المصريين بصراحة أنا كنت بأتكلم في الملف ده مبارح يعني دايما كلما بنتزنق نختصر أو نختزل حل في فكرة مدير فني أجنب طبعا متابعة فيلم بتاع إهاب جلال كارلوس كيروش رايح جاي يعني ما تعرفش ليه مشي كارلوس كيروش وتعرفش ليه إهاب جلال وتعرفش ليه هيمشي إهاب جلال عشان ييجي كارلوس كيروش مرة تانية برأيك في موضوع المنتخب الوطني وهل القصة قصة مدير فني بس ولا فيها حاجات تانية كتير والله أنا بصراحة صعبعا على جدا كابتن إهاب جلال مدرب كوز جدا كابتن إهاب جلال يعني من خلالها طبعا يعني بوجه له رسالة شكر أن أنت مدرب كبير وأنت مدرب كوز قوي وأنت عملت شغل جدا مع المقصة وانجحت معهم تمام واشتغلت مع برأ مازل بشكل كويس وعملت شغل كويس جدا معناه إسماعيلي فأنت مدرب محترم يا كابتن إهاب جلال لا هي قصة مش قصة إهاب جلال بس كمان يعني المشهد اللي حصل يا كابتن أحمد ده انطباعي شخصي رأيتي للمشهد أنه بصرف النظر عن أنه إهاب جلال ما يحسبش على الفطورة وأنه ما خدش مدة يقدر يشتغل فيها أو يحط بصمة على المنتخب وأنه يعني تظلم في فكرة أنه تحسب على فطورة مطش إثيوبيا ومطش كوريا لكن كمان انطباعي أنه ردود الفعل مرتبطة بفكرة أنه فيه إساءة للمدرب المصري بشكل عام أنه ما حدث مع إهاب جلال لم يكن ليحدث مع أي مدير فني أجنبي الاختيار قصة دي كلها أنت اخترت غلط أنا آسف يعني كابتن أهاب جلال أنا أطلعك مدرب سيفي كويس جدا الفترة دي الفترة دي محتاجة مدرب أجنبي قوي جدا صدقني الاختيار كابتن أهاب جلال ظلم عشان هم جابوه أنت اخترت غلط أنت اخترت في توقيت غلط كمان تمام أنت خلاص دلوقتي أنت ناجع عشان تجيب كوروش ما هو كان موجود مصدر كوروش كان موجود وانتوا اختلفت معاه حتى حتى الاتنين الفنيين اللي لعبوا كورا وحزم إمام ومحمد بركات هم كانوا قالوا كده قالوا في المجلس قالوا لهم إحنا عاوزين مدرب أجنبي طبعا كل الاحترام من الكابتن أهاب جلال أنا أقول هو جفت وقيت صعب جدا وفعلا هو كابش الفترة هو فعلا كده أنا أقول لك يعني لو المدير الفني اللي جي بعد كارولوس كيروش كان مدير فني أجنبي أنا اللي بقوله لك لم يكن ليجرؤ مجلس إدارة اتحاد الكورا انه يقيله بعد مصدر دي حقيقة صح أنا معك اتفق معك تماما صح فهنا القصة مش قصة انه إيهاب جلال بس لكن قصة فكرة التعامل مع المدير الفني المصري ده الحقيقة يمكن إحساس كده وانطباع عند معظم المدير الفنيين مصريين حسوا انه فيه حالة تجني شديدة جدا على المدير الفني المصري ده كلام منطقي جدا طبعا طبعا كلام منطقي إداريا مع عودة كيروش مرة تانية والله هو يعني لما يعني أشوف برضو لما لعبنا بطولة عرب كان مجهز لعيبة وأعتقد برضو يعني ان برضو كاس أمم احنا طلعنا تاني في كاس أمم وبعدين ما سعدناش كاس عالم يعني يعني أنا شايف برضو يعني الأداء مش هو لكن أعرب حاجة يعني وخلاص هو عاوز يهد رأي العام قصة المنتخب أنا معاك طبعا بالضبط هو عايز يهد رأي العام بس قصة الكرة في المنتخب مع منتخب مصري يعني شايفها قصة مدير فني بس يعني لو جبنا النهارده يورجين كلوب لو جبنا النهارده أنشلوتي كونتي وارديولا إحنا إداريا إداريا مصحة هاتلي كادر إداري قوي يدر لي منظومة اتحاد الكورة ما بعش حاجة طب يا اتحاد الكورة تمام أجب لك منين يا كابت أنا أجب لك منين ما إحنا جبنا لجنة خمسية وجبنا لجنة سلسية وجبنا مجلس منتخب والنتيجة لم تختلف في جميع أنا قدرستعين بخبرات أوروبية يا أحمد تمام ويجوا يديرون له كورة في مصر يعني مدير تطور في الاتحاد هذا مهم جدا مدير أجنبي تمام مدير فن أجنبي ييجي قوي قوي ييجي دل المنظومة حتى نمسك متخب الومبي يا سيدي ماشي لكن على الأقل صدقني حطوا معهم كوادر مدربين مصريين كابتان أحمد تقدر تحط رؤية أنها تطور الكورة أو ترسم خريطة للمستقبل الكورة المصرية ما عندناش في مصر خبرات إدارية وفنية تخلي المصريين يعتمدوا على نفسهم في ملف كورة القدم والله أعتقد يا أحمد بالشكل اللي احنا شايفينه دوت يعني كان الدكتور محمود سعد كان ماشي بشكل كويس تمام أنت عندك برضو كابتان حسن شحاط عنده خبرات كبيرة يقدر يعمل لك المنظومة دي تمام عندك الدكتور عمرو المجد موجود في أسماء كبيرة كابتان عبدالز عبدالشافي برضو كادر كويس جدا جدا وبيقدر برضو عنده الخبرات الكبيرة أنه يقدر يعمل لك حاجة الكابتان شطة موجود برضو عنده معلومات وعنده خبرات تقدر تأهله أنه يعمل لك منظومة ريادية بس إحنا اللي مش بنعمل كده استعين جيب اتعامل مع الناس هات ناس من بره زي قطر ما هي عاملة في سباير وعملين منظومة ريادية وعملين ده عاملين عاملين خطة لمدة عشر سنين قدام يا أحمد يعني الدين موعد دول احنا مش عايزين مش عايزين عشر سنين عايزين أربع سنين بس عايزين خطة أربع سنين نقول هنعمل إيه في كاس العالم اللي جاء نورت الدنيا كابتن أحمد صعدت بوجودك معنا شرفتنا ونورتنا وكل التوفيق لرجالتنا بكرة وقبل ما